يلا بينا نوجع نتكلم تاني في او تعلم اللغة الانجليزية للأعمال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم موفق علي عايزين نتكلم نهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا في انجليش او الكتاب الممتع اللي احنا بدقين فيه ده مع بعضنا عايزين نبدأ بقى ان شاء الله نهاردة هنبدأ نتكلم برضو عن والبيزنس بس يعني نهاردة هنتكلم بقى شوية قوي شوية الموضوع شوية في ان احنا بنبدأ بقى نتكلم في والبيزنس اه كنا خلصنا مع بعض اليونت السادس كان بيتكلم عن وشوفنا الرحلة رحلة الطيران والترافيك عامل ازاي لغاية ما الرجل اللي هو اسمه جون شانج تمام اقدر ان هو يوصل للمكان بتاعه وكانت الطيرات تأخرت والقصة دي كلها طيب ده كان يونت كام يونت سبع بقى يونت ستة ده يونت سبع بقى اللي احنا نبدأ فيه بيقول لك بيونت سبع بقى عدي زي هوتيل اه عدي زي هوتيل اه عدي زي هوتيل فا اه اه في ناس بتقول اوتيل وفي ناس تقول هوتيل ماشي الاتنين مزبوط اه اه يعني انت داخل بقى الاوتيل ايه الاجعوات اللي ممكن تعملها ايه في عكسها او مسلا الترحيب وتشوف الحاجات المتاحة لو انت عايز اي خدمة او اي حاجة تقدر تعرف اه تعملها ازاي او تجيبها منين? اه طيب في عكسها بقى او واحد قاعد مسلا كام يوم في القتيل وعنده خدمات اه الغدا العاشا مش عارف ايه فبيقول لهم عايز اعمل عايز اعمل يعني عايز اعرف حسابي كام? وادفع الخدمات اللي اخدتها دي وامشي بقى خلاص يعني اعتبر كده ايه سلمكم القوضة وانتم تاخد فلسكو خلاص فهنا تعالى نشوف كده الشيكينج اوت هنا بيقول لك ايه عكسي احنا فانا كده انا فيه انتو الشيكينج اوت طيب ولكم تو اوتاوى هوتيل لاجوس راجل ده وصل للاجوس زي ما شفنا بنرة الفاتت فهيلاقي كده ورقة او كتاب له ايه? عزيز الزائر او عزيز الضيف كل الغرف بتاعة الجست الجست اللي هم الزوار او الضيوف يعني مجهزة او مفروشة بكل اللي هي يعني الامكانيات او كل المعدات اللي انت محتاجها او السيفز اللي انت محتاجها في هذه الغرف تمام? فمسلا بيقول لك ايه هنا تي اند كافي ميكينج فاسياليتيز ميني بار حاجات مسلا حاجة تعمل القهوة حاجة تعمل الشاي مشروبات ساتيلايت تي في كل الغرف فيها لوج سيف يعني سيف يعني بمعنى اه بوكس للتخزين او يعني ازاي خزنة او اه او دولاب صغير يعني الحاجات المهمة تقدر تتحافظ عليها في المكان ده طيب يبقى هاشوف ازاي دي حاجات كلها توجيهات ارشادية او حاجات بيقول لك عليها ان انت ازاي تستفيد بيها وانت موجود في القوتيل ده او او افريكا المطعم اللي اسمه افريكا لونج بيقدم خدمات الافطار من الساعة سبعة الصباحا للساعة داشا طيب كلام جميل جدا طيب المطعم اللي اسمه ده بيقدم خدمات الغداء من اتناشر لتلاتة بعض العصفة يعني او يعني زهرا عصفا يعني طيب العشاء وتقدر تتعشى او تتغدى في برضو اللي هو في السطح ده ويعني ده ممكن يكون اسم المطعم من ستة لغاية اتناشر يعني نص الليل يعني اتناشر مساء يعني طيب المعيد دي ممكن انت لازم تعرفها عشان يعني مايبقاش في اي حرج ان انت تلاقي مسلا الفطار خلص الغدر خلص الكلام ده كله طيب هو كمان بيقول لك اه الاكل متاح في اي وقت تطلب فيه الاكل جيلك لغاية غرفتك طبعا الحاجات دي كلها تنزل لك في الشيك اوت وانت ماشي وتفتكرش ان فيه حاجة بلاش طيب بص تحت كتب لك ايه طوضيح لتلاتة طالما حضرت لك تلاتة هنا يبقى فيه لهذا الاكسبوريشن او هذه الكلمة هنا يمكن ان يجب لك الاكل لغاية عندك وتنزلش المطعم او ما تطلعش فوق تمام طيب دي خدمة برضو تقدر ان هو بيقول لك تتصل بتمانية من التليفون اللي عندك فيه بتاعك هيجي لك الاكل لغاية عندك طب كلام جميل جدا جدا برضو هتدفع اي وقت اي وقت تفتكروا ده ايه الناس ده طيب طيب خلاص قلنا الفود اه بيقول لك بقى فيه جيم ايه الجيم ده اللي هو صلاة العلعاب الرياضية وحمام سباحة في الدور الارضي اللي انت تقدر فيه تمارس العب بتاعتك تلعب وتمارس الرياضات بتاعتك طبعا برضو هنا تلاقي تحت كتب لك المعنى بتاعها بيقول لك ايه انت متعود ان انت الصبح مسلا بتلعب شوية ايه اه رياضة ولا حاجة متاح ان انت تنزل الدور الارضي هتلاقي ام الجيم وهتلاقي البول تمام تقدر تعمل حاجات دي كلها طبعا جميل او ان هو اه اي او اي مصطلح ممكن يكون اه محتاج توضيح ما تديك اقوى من واحد اتنين تلاتة الارقام دي كلها وتنزل تحت على اليمين تشوف المعاني دي كلام جميل جدا طيب بيقول لك لو انت عايز حاجة بقى فيه في الريسيبشن تحت يعني ايه الناس اللي عايز تفهم لغة كويس هتقول لي الريسيبشن ده المكان انما الريسيبشنست ده الموظف خبالك زي اكاونتنج و اكاونتنت يبقى الريسيبشن ده مكان الاستقبال او مكتب الاستقبال اول دخول الجست في القتيل طيب كلام جميل جدا 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 بيقول لك مصدفين الاستقبال بتوعنا موجودين هنا لخدمتك اول ان هما يساعدوك ان الاقامة بتاعتك في هذا الفندق او القتيل تبقى مريحة وممتعة على قدر الامكان طيب كلام جميل جدا لما تحب تمشي احنا عندنا خدمة المغادرة او اه خدمة سريعة جدا اه في دقيقتين فقط هنشوف اه مش هنعطلك كتير لو انت عايز تمشي الوقتي حالا اه الروم بتجهز والخدمات اللي انت اخدتها وحسابك بيجهز وكل حال طيب كلام جميل جدا وده يعتبر بتاع الايه اوتاوا اوتيل طيب احنا كنا شفنا واجل اللي هو اللي هو ده وكانت الرحلة بتاعته في الطيران واتأخرت والحزن الحظ وهو كان متأخر والحي الحمد لله ما واحدش عليه طيب راجل ده بقى كان جاي اه المدينة الغالية انا بقى انسى بقى بص شفت لاجوس اه واسكوا وبكا اذا نسيت لا اله الا الله فهو راجل ده كان جاي لاجوس مش عشان زيارة ولا عشان يتفسح ده كان جاي عشان ايه كان جاي بيزنس اه ما دي شغلنا يا عام طيب ميكينج كونتاكت راجل ده بيعمل الانتصالات بقى البزنس بتاعته يعني هو جاي مش جاي هنا علشان يعود وخلاص فهو اه علش نزبط بس الايه اه فهيبدأ يتصل بقى جون تشينج فونز هيز بزنس كونتاكت ان لاجوس دانيال اتشيبي فوم هيز هوتيل روم راجل اللي هو بعد ما قاعد وريح ورتب حط هدوم وبقى وخدوش بقى من نواحلة الطيران دي وطاح له شوية فمسك التليفون من من الهوتيل روم بتاعه من غرفة اللي في الهوتيل وحب يتصل بمين بالبزنس كونتاكت يعني يعني الشخص اللي هو جاي يعمل مع بزنس او ممثل الشركة اللي هو جاي لهم مسلا يستورد منهم بضاعة يورد لهم بضاعة يتعامل معهم خدمات ايا كان يعني دي اسمه اللي هتتصل بيه علشان بتاعك طيب هنا بيقول له ادي المكالمة او المحادثة دي بقى مزيتها ايه جماعة ان احنا كده اعتبر مش في مش في الفلايت والبتاع انت دخلت الوقت كده في محادثة في البيزنس فدي جميلة جدا في ان انت تتمرن على الكنفرزيشن والبزنس الكنفرزيشن كمان اه فهنا انقول اسم اللي بيقول الحاجة وهي جون تشينج بيتكلم فاول ما هو اللي بيتصل فلازم يعرف نفسه انت بتستغرب اول انت تلاقي حد بيتصل بيك ويقول لك مين يعني مين ايه انت اللي بتتصل لانت اللي تعرف نفسك فده حاجة مهمة جدا علشان اللي قدامك يحس ان انت بروفيشنال اه يعني اول ما تتكلم تعرف نفسك جون تشينج اتس جون تشينج هير انا لسه داخل انا في اوتاوا اوتيل انا في اوتاوا اوتيل فدانيال اتشيبي اللي هو الشخص اللي هو منتظره منتظر وصوله البلد دي بيقوله ايه دانيال اتشيبي اهلا بيك في لاجوس اهلا بيك نورت بلدنا بتاع اعفا جون تشينج شكرا دي بلد جميلة انا مبسوط انها جيت هنا دانيال اتشيبي ها وز يو فلايت الرحلة بتاعلك اتعمل ازاي الرحلة كانت متعبة ولا كويسة جون تشينج اتأخرت ساعتين اه يعني الرحلة كانت اتأخرت ولكن الرحلة طبعا احنا عارفين ان كلمة دي مش اي رحلة هي خاصة بالرحلة الجوية احنا عارفين انه من الدرس اللي فات اللي هو ده انه هو كان جاي بالطيارة فقول لحصن الحظ هو كان متأخر والشرع مش عايف زحمة وبتاع والحصن الحظ انها تأخرت علشان ما توحش عليه يعني فهو بيقول لك هي اتأخرت ساعتين بس ايه في ناس تحب تنطع كلمة دي مش اوكي لا بيقول يحب يقول اوكي ماشي بس لازم لو قولنا بسرعة ايه 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 مصدر كلمة اوكي فهنقول ان في الحرب العالمية التالتة اه سوري التانية لسه التالتة ما جاتش الحرب العالمية التانية كان اا اما يشوفوا في الانفاء دي وبتاع ويشوفوا ناس ميتين وبتاع فيكتبوا اقام الكيلوز او اه الناس اللي توفوا الوفيات فما كان ما فيوش وفيات ما فيوش مشاكل فكانوا بيقولوا اوكي يعني زيرو كيلو ما فيش ميتين هنا الحمد لله فكانت هنا زيرو الاو دي بمعنى زيرو يعني فكانت بتتحط اوكي 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 دلوقتي انت ممكن تلاقي الناس بتنتهى اوكي شغال ماشي اوكي ماشي احنا بالبلدي بتاعنا بنقول اوكي اوكي اسطا اوكي يا زميلي بوزنا الله خرابنا اوكي 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 اوو بيقولوا باك يقولوا بلك ولمعيد زفت لا اوكي记وا اوكي 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 بيعزموا بقى الهيب مو في البزنس فجون بيقول له ده لطيف جدا منك انا تعبان قوي يعني بعد رحلة الطيران اللي انا جيت من بلد لبلد وبتاع والتاكسي بقى وزحمة ومش عارف ايه والحقت الطيارة بالعافية ومن الطيارة لتاكسي للقطيل فاكيد اه تعبان فهو اكيد بيعتسب بطوية جميلة بيقول له اه اول حاجة لازم تقول ان ده لطيف جدا بس السبب الاعتزالي ايه طب والبديل ايه انا بفضل محتاج شوية اطراحة يعني انه محتاج عقود هنا في البوتيل ارتاح شوية اتفقنا ان الامريكان اولا جانب ما بيحبوش ينتقر تي فهتلاقي يديه لك دي خفيفة كده او ايه يعني ما ينتقاش خالص واتبعوت دومورو ايه او رقيك بكرة مساءم افتر او ميوتينج احنا نقعد هنعمل اللقاء في البزنس بعدعوة انا نبقى نتغدى ولا نتعشب راحتنا دانيال اتشيبي اوكي برضو ممكن تقول زي ما قلنا كده اوكي او يعني اوكي اوكي اي اوكي 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 اي اي ايت انا سيبك النهار تتاح شوية. هبعت لك السواء يوصلك الصبح للمكاتب بتاعتنا او يعني المبنى الاداري بتاعنا. ايه رأيك نتقابل تمانية ونص الصبح. اه ده شيء جميل جدا ان انت ما تحددش المعاد وتفرضه على البزنس بتاعك اواجل المشارك معك اللي بتكلم معك تفرض عليه المعاد وخلاص لا ما تسأله حتى لو هو المعاد مناسبك انت بس ده هيخليه يعني لو عنده حاجة يعطارد ولكن السؤال بطريقة دي افضل ما تحدد انت المعاد وتقول خلاص انا هستنىك الساعة كزا لأ ايه رأيك ماذا عن ايه 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 رأيك نتقابل بكرة الصبح الساعة تمانية اوامورس في المكتب يعني هو يستنى هو بيقول له انا بعت لك الدرايفر هبعت لك السواء يجيبك من القوتيل لغاية تلفى مش هتتعفى حاجة بس هو بيقول له بقى ايه بيقول له ان الوقت يعني المسافة فممكن تاخد ساعة مسلا طب احتاج حوالي ساعة لو طبعا هبعت له السواب العربية بس هو بيقول له انت لم احتاج ساعة فممكن تبقى جاهز مسلا سبعة ونصف يعني المرور زحمة قوي في بالزات في الوقت ده من الايه من اليوم ممكن الناس تكونوا يا حين شغلها الموظفين وبتاع فبتكون ليش الشوارع زحمة ده حاجة جميلة جدا اتفقنا عظيم تمانية ونص او ايت سيرتي اس فاين جميل تمانية ونص نبقى فايقين كده وبتاعه واخدنا راحتنا وفطرنا انا متشوق ان اعنا اشوفك بكرة اه دانيال بتاعه ده او الشخص اللي هو بتاعه ده بيقول له وانا كمان اه منتظرك يعني يعني الليلة سعيدة او بيقصدوا بيها تصبح على خير يعني طيب تاني يوم بقى لما اتقابلوا اللي هو اللي هوierra جميل جدا انا شوفك هنا في بلدنا هاو ايو ميشان ايه انبارح كان المكان بيكلموك بيقول انا اتعبان قوي طيارة اخيرت ساعتين وطريق زحمة وانا عايز انام ومش عارف ايه وما. اه فهو بيقول له الوقت انت عامل ايه? انت عامل ايه في هذا الصباح? القوتيل بتاعك? كان عامله ازاي يعني? كان مبسوط منه ولا لا. تحت خط راحة كويسة? شوف كمية اسئلة. الاسئلة انت شاهدنا كتير ولكن اه ساعات بتاعة البزنس بتعبر عن الاهتمام يعني انا مش داخله بص احنا عم اتفقين ان شركتكم هجيب لنا عشرين طن مش عايف ايه? وانت بتقولوا السعر الف دولار لا ده غالي اوي لا ما تخشش في البزنس كده على طول. اه يعني اي مجاملات بسيطة بتبقى بتلطف الجو وتخلي اه فيو انا بيسألوا عن الرحلة بيسألوا عن القوتيل ارتاح ولا لا انا بسود جدا انه واضح ان هما ممكن كمان شركتهم تكون هي اللي حاجزت له القوتيل فبيقول لهم شكرا القوتيل ده مريح جدا وخدمات الغرف دي فيها كفاءة يعني كويسة كان في عندي اكل ممكن في اي وقت اكل في الغرفة بتاعتي وهو نام كويس وفتاح كويس الحمد لله فائد دلوقتي يتكلم في الشغل اه دانيال اتشي بي ياس سا اوتاوا هوتيل هاز ان اكسلنت ربيوتيشن الوتيل بتاع اوتاوا ده اللي احنا عزميناك فيه وحاجزلك فيه ده ده عنده اكسلنت ربيوتيشن صمعة عظيمة اه الناس بتقول عنه كلام جميل اوي عظيم يعني انه هو كويس ورائع والخدمة فيه اه نضيف والخدمة كويسة وكلام ده كله يلا نشرب شوية قهوة ونشوف بتاعنا يعني بعد تناول القهوة عشان نفوق بقى ونشوف الكلام بتاعنا طيب يعني احنا طولنا كده نكمل بقى انا الجاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته